بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ووالد وما ولد وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين والدك أصلك هو الأصل وأنت غصن منه وأنت فرع منه فوالدك له مكان خاص وكل ما فيك من خيرات كل ما تراه أنت في نفسك من أمور معنوية فأنت تنسب إلى أبيك وتحمل اسمه وما ننسى أن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك فإنه لولا لم تكن فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة أصل النعمة عليك فيه فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله لذلك نحن عنا قدسية في الإسلام للوالدين طارة إن شاء الله نوفق للحديث عن الوالد وإن شاء الله نتكلم عن الوالدة نتكلم عن الأب ونتكلم عن الأم بس قبل ما نكفي لازم نلتفت أنه بالمد الأخيرة مع الثقافة المستوردة هناك محاولات حثيثة لتحطيم مفهوم الأبوة وكذلك مفهوم الوالدين إلى درجة أنه صار فيه استهزاء أنه المجتمع الأبوي والمجتمع الذكوري والمجتمع الكذل لا نحن نحترم الوالد الأب له قدسية ولحن نشوف هلأ بعد شوي أنه إيماننا وعباداتنا وآخرتنا وأخلاءنا وسلوكنا ورزقنا ورضاء الله سبحانه وتعالى كله معتمد على مقدار ما يجب أن نحترم الأب يعني يجب علينا بالنسبة للوالد احترامه وتقديره بلا حدود ما في حدود معينة وبلا مقابل وهذا من أبرز سمات المجتمع الإسلامي التي يتميز بها عن المجتمعات الأخرى لها شأنها هلأ بيجي واحد بقول مجتمع أوروبي مجتمع أمريكي مجتمع كندي لا مجتمعات الشرقية يمكن الصينية الفيتنامية التيوانية الفلبينية اليابانية أقرب إلى المجتمع الإسلامي فنحن خلينا هلأ بحالنا نقول علينا أيها العزيز عليك أن تبره يعني أن تكون بارا بأبيك طبعا لما نحكي هلأ الأب والأم بس ما نعمل حلقة خاصة إن شاء الله عن الأم فعليك أن تبره وأن ترحمه في ملاحظة في ملاحظة مهمة في كل مراحل حياتك حتى لو أصبحت كبيرا وحتى لو زوجت أولادك وحتى لو صرت جد لأنه في البعض بفكر هكي يمكن بيشتبه أنه أنا بيحترم بي لأنه عمري خمسة عشر سنة عشرين سنة خمسة وعشرين سنة لا بالإسلام بر الوالدين فرض والعقوق من الكبائر حتى لو صار عمرك ستين سنة وزوجت أولادك وصار عندك أحفاد وبيك بعض طيب أنت عمرك ستين بيك عمره خمسة وثمانين يجب عليك أن تبرى الوالد وأن تحترمه وأن تقدره وأن تخدمه إذن هذا من المسلمات ما حدا يقول أنه أنا صرت بموقع وأنا عندي صيت وأنا مدير وأنا مشهور وأنا صرت تيجر بس بيضل بيك هو زي وتبيك ولا سمح الله أي سوء يتعلق بعلاقتك مع والدك يؤدي إلى العقوق والعقوق مسألة خطيرة يعني إحنا بالإسلام دائما عندما تكلم عن الوالدين عن البي والأم نتكلم عن الآثار المترتبة على عقوق الوالدين والعقوق هو تعرض نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله تعالى تعرض لصخط الله تعالى وعدم قبول الطاعات في عنا رويات بتقول أن الله تعالى لا يقبل منك القربات ما دمت أن تعقل لوالديك كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضى الله في رضى الوالد خطيرة جدا تصور واحد بده رضى الله بقول له لا أول شيء ارض بيك فهذه السبيل والطريق إلى رضى الله رضى الله في رضى الوالد وصخط الله في صخط الوالد وكذلك رضى الله مع رضى الوالدين وصخط الله مع صخط الوالدين أما الإمام الصادق عليه السلام فيشير أنه أي رجل دعا على ولده أورثه الله الفقر أعوذ بالله أعوذ بالله بي مش دايما نحن نقول يا رضى الله ورضى الوالدين الله يرضى عليك يا ابني أحلى دعا الواحد بيسمعه أحلى دعا على الإطلاق هو لما أمه تتردى عليه ما بيسعر عن شيء تاني خلص الله بيفتحه قدامه ولما بيه يتردى عليه نعوذ بالله تعالى نتصور الصورة المعاكسة الإمام الصادق عليه السلام يحذر منها نتصور العكس أي رجل أي رجل والد دعا على ولده كان صاخطا غاضبا قال كلمة يعبر فيها عن غضبه أورثه الله الفقر بينما بالمقابل الدعاء المستجاب هو دعوة الوالد لولده الله يوفقك مشان هيك من السنة من الأدب في الإسلام إذا نظرنا إلى المجتمعات الإسلامية العريقة قبل أن تتشوه وأن تتغرب نقول المجتمع اللي بدكم مجتمع السوداني المجتمع السوري المجتمع الإيراني المجتمع الأفغاني إلى آخر البحرين في ينبرك إلى آخر من السنن أن يوقر الوالد أن توقر والدك ولا تكون عندك جفاء معه ومن السنن أن تدعوه مش بإسمه بل باللقب أو الكنية التي يحبها يعني بيك اسمه خليل ما بتقوله يا خليل هلأ هايدي بعض المجتمعات الغربية موجودة لا بتقوله يا حاج بتقوله يا أبو محمد بتقوله اللي بدك إياه ولكن ما بتسمي بإسمه مباشرة ومن حقه عليك أن تخشع له عند الغضب حتى لو بيك سرخ وعيط وسمع كلمة مش منيحة وقال كذا بتضل انت سيكت هذا من الأدب من الأدب أن تشكره على كل حال ومن حق الوالد على ولده كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يمشي أمامه إذا نحن ماشيين ما تمشي أمامه لا دايما بتقدم بيك تفضل رايحين نحن على مكان عام كذا إذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يمشي أمامه ولا يجلس قبله لما نوصل على من يسبب معينه مش أنت بتقعد أبيك وائف لا بتقربه لألهو بالأول بيقعد هو قبل منك ولا تسميه باسمه ولا يستسب له هون باختصار يعني ما تقوم بأعمال تسبب الشتيمة حدا يسب بيك بسببك أنت من شان هيك لابد من أن تتعامل معه بكل إتقان والتعامل مع الأب يكون في أمثل كتير يمكن الوقت ما يسمح في أمثل عن الكلام كيف تحكي معه كيف تنظر إليه كيف تمشي معه كيف تخدمه بالنسبة للكلام ورد أنه لما تحكي أنت مع بيك مهما خاصمك فلا تخاصمه وإن أنت افترضنا تصرف معك أي تصرف فلا ترفع عليه صوتك وأدنى العقوق أف كلمة أف هاي دي المقلف هي من حرفين أليف وفا ما بجوز أن تقول لي والدي ولو علم الله عز وجل شيئا أهوا من أف لنهى عنه وبالنسبة للنظر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة أمور عدة شغلات من العبادة النظر في القرآن في المصحف في عبادة النظر إلى الكعبة عبادة النظر إلى وجه الوالدين عبادة تنظر متسما معظما لوالديك فهذا من العبادة وليس من البر إطلاقا أن تنظر لوالديك حدا يعني بطريقة فيها الحدية وهذا لا يجوز نكتفي طبعا بعض فيه شغلات كتير إن شاء الله تجي المناسبين يحكي عننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة